أهلا بكم في بلا قيود ضيفنا اليوم رجل أعمال مغربي وناشط مدني له اهتمامات عديدة لا سيما في مجال اللغة والثقافة والتعليم أتم دراسته في فرنسا وعاد للتدريس الجامعي لفترة في المغرب أثار كثيرا من الجدل لا سيما بأرائه المتعلقة بالحقوق الفردية وكذلك بدعوته للتخلي عن اللغة العربية الفصحة في المراحل الأولى من التعليم الابتدائي لصالح اللغة أو الدارجة المغربية أسأل الأستاذ نور الدين عيوش عن الجدل المثار في المغرب إذا أرائه المتعلقة بالحريات الفردية بما فيها حرية الجسد وما حقيقة الاتهامات الموجهة إليه بمعادات العربية الفصحة ومحاربة الإسلام أستاذ نور الدين عيوش رجل الأعمال والناشط المدني المغربي مرحبا بك في برنامج بلا قيود أهلا وسهلا أستاذ نور الدين أنت من أقطاب المجتمع المغربي في المغرب أو هكذا يحلو لك أن تعرف عن نفسك تخوض في المجال الحقوقي في المجال السياسي الديني الثقافي التعليمي سبع صناع والرزق ضايع كما يقول المغاربة لكن خصومك تعتبر نفسك فاعلا ومؤثرا لكن خصومك يصفونك بالساعي لإثارة الجدل والباحث عن الإثارة لمجرد الإثارة ماذا تقول؟ يا أخي عندهم الحق كل إنسان عنده الحق ليس يقول الفكرة أو الأفكار أنا أعمل هذا لأني عجل الأعمال وأيضا رجل عندي واحد العمل في المجتمع المدني لأنه تنقل دائما تربيته في منزلي والأب داني والله يرحمه كانت يقول لي أولدي خصد دائما تعطل الآخر من يعطيك ستربيش أشياء تعطل الآخر وتساعده وتربيت على هذا الشيء والأم داني كانت هكذا إذن هذا العمل الذي تنقل به هو عمل رأيته وكبرت معه في المنزل إذن لا يريد أن يقول شيئا في المغرب هذه الأيام سنردين سنردين في المغرب هذه الأيام جدل وأي جدل عن الحريات الفردية وأنت أدليت بدلوك فيه سأسألك في البداية عن مثال من أرض الواقع هل ترى هذا الجدل عفويا طبيعيا أم إنه مفتعل يتم توليده توليدا لأغراض معينة لا لا أنا أظن بأنه لأول مرة المجتمع المدني قام بواحد العملية مهمة بزاف وقع واحد العمل قلنا بأنه إحنا متفقين مع ذلك السيدة التي كانت في الحبس وقلنا قامنا بهذا الشيء وقامنا بهذا الشيء وإحنا مسؤولين إذن قامنا وكانت واحد الشجاعة وذلك السيدة التي بدأت هذا الشيء سيدة ليلة سليمانية وأخرى قامت بواحد العمل في الخارج وذلك العمل أعتى واحد الأكلة للجميع يعترف بها دعني أنا قلت لك مثال حي تحدثت عن قضية هاجر الرئيسوني قلت أن الغرض من محاكمتها سياسي حتى يلجم المواطنون عن الكلام ويتوقفون عن التعبير عن معاناتهم يعني اعتبرت القضية أنا أعداء على الشرية الفردية نعم أنا أعتبر هذا وأنا مع حجار هاجر الرئيسوني وما العمل الذي قمت به لأن هذه السيدة كانت صحافية في واحد الجريدة والرئيس الجريدة وأخبار اليوم بوعشينة هو في الحبس في السجن وتال الحكم قاسب 15 سنة سجنة 15 سنة 15 سنة هذا عار على المغرب وهذا ضد حريات في المغرب وهذه السيدة هذا انتقام ولكن ولكن لأنه الأشياء التي قالوها هي غير صالحة لأن هذه السيدة كان عندها شكل مشكل صحي والطبيب الذي قام هذا العمل قال بأن هذه السيدة لم يكن تمشكل مع الدولة ومع القانون أستاذ نوردين في النهاية عفى عنها الملك محمد السادس لكن كيف تنظر إلى العفو في حد ذاته أنا أخي أنا العفو هي طرح مشكل كبير لي لأنه كل إنسان يقوم بأي عمل لا بد كان المحكمة وكان الحكم وكان العدالة ولكن بعد كان واحد العفو ملكي أتمنى أتمنى أن العدالة تكون عندها واحد حرية وتكون تقوم بالعمل ديلها وتقوم بمسؤولية ومن قاوش دائما نشتكو للملك ونطلبه هو العفو ونطلبه أشياء أخرى ليس يدي الديمقراطية تريد تريد سلطة قضائية مستقلة آه يا أخي ليس هناك في المغرب قضاء مستقل ليس هناك في المغرب قضاء مستقل لا أنا لا أظن هذا سمح لي كثير من الأشياء من الحكم التي قاموا بها تسيب وعشرين وناس آخرين التي تحكموا عليهم ضد هذا لأنها تسيد ها وتحكم عليها وتحكم على الطبيب وتحكم على التالي تخرجهم وتعفيع عليهم إذن لقد قاموا بشيء أشياء يبقوا في السجن ونحن أيضا لقناة نحن متفقل معها ونحن نحكم عليها نعمل في حياتنا هل معنى هذا أن الملك في المغرب وهو جثب من السلطة التنفيذية لديه رؤية لمفهوم الحريات الفردية لكن سلطات إنفاذ القانون وتطبيق القانون والأمن لها رؤية أخرى أو تتصرف بعيدا على استراتيجية الدولة في هذا المجال وتعتدي على الحريات الفردية هل هذا ما تريد أن تقوله هذا السؤال صعيب وكبير هذا السؤال تبين بأن أولا القضاء لا يوجد واحد حرية ورئيس القضاء هو الملك لا ننسى هذا ولكن كان الناس في القضاء يقوموا بأمال سيئة ضد ديمقراطية وضد حقوق الإنسان ولكن الملك أنا أظن بكل تواضع بأن إنسان يحترم الآخر ويحب هذا الشعب ويعطيه واحد الأهمية كثيرة للنساء وأيضا هو مع الحريات ولكن بالأسف كان واحد آخر كان ناس لديهم أجندة مختلفة يا أخي هذا ما كنت أولد أنا أقول ولكن وقف تاني أنا معك طيب أية حرية سؤال نوردين عيوش يقول الدولة المغربية قامت ببعض الأشياء بعض الإنجازات مؤخرا في مجال الحريات الفردية لكن الآن هناك تراجع وقلت العدالة موجودة إلى حد ما لكن يجب تعديل القوانين خاصة للفصل 493 من القانون الجنائي ما مشكلتك مع هذا الفصل الذي يمنع علاقات جنسية خارج مؤسسة الزواج أنا عندي واحد رأي آخر قمت وكنت العام الماضي قمت ب واحد الأشياء مهم مبزف عرضت على الناس من دول العربية والمغاربية ومن الخارج لتكلموا عن الحرية الفردية كان هذا المؤتمر له يومين في المغرب وفي الدار البداء ولكن وقفته وقفته الحكومة وقفته الدولة وهذا غلط كبير هذا شيء قسني كثيرا كإنسان وكنت الدول العربية كلها عندها هذه المشكلة ونعرف بأنه نريد أن نمش الأمام ونعطيه الحريات كلها الفرد وهذا الحرية هو بين المشكلة وبينه وبين الإله وليس بينه وبين العدالة أو الدولة لا تريد من الدولة أن تتدخل في الحريات الفردية بما فيها مثلا حرية الإنسان في تصرف في جسده تريد علاقات بين رجال وتريد علاقات بين نساء وعلاقات بين رجال ونساء تريد فوضى قائمة في مجتمع مقوماته وهويته إسلامية لماذا فوضى هذه لماذا تقول فوضى لا تقول فوضى هذه الحريات الحريات تكون بواحد القانون وتكون واحد الاحترام أنا لا أقول تخرج الإنسان للشارع ويعمل شيء ويشرب الخم ويدير شيء لا تكون واحد الاحترام لأننا دولة إسلامية وعندنا المجتمع إسلامي والمجتمع يحترمه ولكن الحريات شيء آخر المجتمع يفهم هذا لمانع عندك من أن يعتدي شخص ما على مشاعر المسلمين في مجتمع أغلبيته مسلمة ويفطر نهارا جهارا في رمضان وتعتبر ذلك حرية مطلقة يعني لا يا أخي لا أنا عندي واحد رأي آخر أنا أقول الحرية شيء ولكن الحرية لا يمكن أن تكون ضد شعب أو ضد ناس آخرين احترام الشعب هذا شيء مهم ولكن الحريات أريد أن تحترم كل حريات حرية الجساد وكلية العلاقة بين ناس مزوجين أو غير مزوجين بين رجال ورجال وبين نساء ونساء هذا شيء إنساني وشيء بيني وبين الإله ولكن ليس بيني وبين الدولة أريد من الدولة إذا عملت شيء ضد الشعب وإذا نزلت للشارع وقمت بعمل لأشجع هذا نحاسب عنه ولكن الحريات الفردية هي بيني وبين الأشخاص وليس بيني وبين الدولة هل هذا شيء مفهوم أخي؟ مفهوم جدا لكن استمع إلى ما يقوله خصومك أحمد الرئيسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وهو فقيه مقاصدي فقيه معروف باجتهاده بمرونته بوسطيته باعتداله وتعرف حق المعرفة يصفكم بيصف أفكارك وكل من ينهج ومنهجك بأنكم أنتم أعداء للحرية الفردية يصفكم بأنكم مجموعة من الباحيين والإجهادين الذين يدعون إلى انتهاك القانون وإلى إهدار سلطة القانون وممارسة الإجهاد وممارسة علاقة غير شرعية أنا هذا الإنسان عنده وحدة رؤية أحترمه وأطلب منه أن يحترم رؤية نحن رؤية الناس لهم تشوفوا المستقبل يريد أن يكون هذا البلد وطن فيه الحريات وفيه الاحترام وفيه أحترمه ما تقول وأطلب منك أن تحترمه ما أقول وما أفعل طيب لكن لم تجيبني هل تريد علاقات مثلية علاقات جنسية مثلية في المغرب نعم أريد أن ولماذا لا ولماذا لا يا أخي هذه الناس مثلية هذا شيء عادي لأنه لكن لا أريد أن يكون هذا بكل فضوح ويخرج الإنسان للشارع ويقول أنا مثالي أو أنا لا كنتك شيء كنت بوحد الاحترام هذا ما أطلب لأنه هذه الرؤية ديلي هي رؤية فيها الاحترام وفيها أيضا الحريات ولكن ضد الناس التي يقولوا هذا شيء المغرب المغاربة لا يفهمون هذا الإسلام هذا ضد الإسلام لا هذا ليس ضد الإسلام وليس ضد المغاربة والمغاربة يفهمون الجميع تقولوا هذا النساء الله يخليك الإجهاد النساء من أين جاء مدني هذا الولد ولا الطفل هذا رجل وهذا الرجل عنده واحد مسؤولية كالمرأة ولكن نتابع المرأة ونقول لا هي سيئة ونقول لا ليس مسلم والرجل الرجل هو المسؤول الكبير وله مسؤولية نتقول عنده 50% هذا كلام نظري ها أنت تدعو إلى هذه الحريات الفرضية كما تعتبر لكن لا أحد سمعك تتحدث عن إصلاح وتفعيل الإصلاحات التي أشرف عليها الملك نفسه في مجال مدونة الأحوال الشخصية لرفع الظلم والإجحاف الذي يقع على المرأة كشريك في مؤسسة الزواج في المغرب أدافع أنا يا أخي أدافع أنا ولازلت وأنا من الأولين لقمت بحض العمل والمصروع لقم به الملك هذه عليهم 15 سنة 2004 إذن كنت معه لأنه كان هذا المشروع مهم بزاف أعطى المرأة حريات كثيرة كبيرة ولكن الآن أصبح أراه كالماضي لأنه تطورنا ويجب أن أعطي للمرأة حريات أخرى لأن المرأة كالرجل لها نفس المسؤولية وعندها نفس العمل وتقوم بأي شيء بكل فعالية أرى الحكومة الحالية أربعا النساء كانوا الحكومة السابقة سبعا النساء أصبحت فقط أربعة ولما أرى الصورة أرى أنه النساء في اللورة بعد الإجار هذا احترام المرأة أستاذ نوردين في الحكومات المغربية المتعاقبة منذ الاستقلال لم تكن هناك وزيرات لم يحدث هذا إلا بعد ما عرف بالربيع العربي أليس كذلك وبالتالي هذا التطور اللي ماشي تطور طبيعي المرأة تحقق إنجازات تحصل على مزيد من الحقوق لكن مش بهذه الطريقة التي تقول بها أنت وهي طريقة يعتبرها خصومك امتهانا للمرأة هذا ما تقول أنت يا أخي عندك الحق كصحافي أو تقول هذا يقال يقال وانا في الشارع لما ألتقى مع بعض الناس وخشعبيين تجي ويعنقوني ويبوسوني ويقول لي تبارت الله عليك وخصك تقول هذا شيء بكل شجاعة ودفع على الأفكار لأنه تقول بكل إنسانية وتقول من الروح وهذه الأفكار تقول بأنه الملك والدولة قامت بأحد العمال جيدة وأنا أصفق عنها ولكن أريد أن يكون المارم أن يتقدم أكثر كالديمقراطية نحن في طريق الديمقراطية وليس دولة ديمقراطية نحن في طريق القانون وليس دولة قانونية إذن نعمل ولكن أريد أن نمشي أكثر وأكثر وأن نحقق أشياء أكبر وأكبر أستاذ نوردين أنت أيضا متهم بالاعتداء بكل لست أدري بكل فجاجة على مقومات الشخصية المغربية على الهوية مقومات الهوية المغربية وكما هو الأمر في مجال الحريات الفردية نفس الشيء ينطبق على موقفك المثير للجدل من اللغة العربية ودعوتك للتخلي عنها في المراحل الأولى من التعليم وتقول بضرورة اعتماد اللغة الدارجة اللغة الدارجة كما تقول أنت هي اللغة الأم للمواطنين المغاربة يولدون وهم ينطقون بها لماذا تريدوا أن تعلمهم إياها في المدارس وتجعلهم يفقدون اللغة أخرى اللغة حية اللغة العربية الفصحى يا أخي المشكلة الكبيرة في المغرب هو أن المغاربة التي في المدرسة لا يتقنون اللغة العربية ولا اللغة الأجنبية وهذا هو المشكلة الكبيرة أنا أقول لهم عندي واحد تجربة أقول أتكلم بتجربتي كرئيس مؤسسة زكورة للتربية لعندها الآن 22 سنة 22 سنة قبناها قبناها بإنشاء أكثر من 500 مدارس في القرى وهي للتربية غير النظامية والجودة للمدرسة رأاها الوزراء جاءوا الوزراء وجاء الملك مرتين ليراها والنتائج حسنة كثيرا رائعة السؤال هو نظام أنت تقول أن نظام التعليم متدهور بسبب اللغة العربية لكنك لم تقل شيئا عن الحكومات المتعاقبة التي ساهمت من حيث تدري أو لا تدري في تدهور منظومة التعليم في المغرب أنا متفق معك أخي المشكل ليس فقط هو اللغة ولكن المشكل الحكومات ومشكل السياسات ومشكل التعليم التعليم أنا أقول فقط الأطفال الصغار لا بد أن يبدأون المدرسة السنتين وثلاثة السنوات الأولى بلغة الأم بلغة دريجة لماذا؟ لتعرفهم لأنه دريجة ها هو القموس الأول الذي قمنا به القموس الدريجة المغربية قمنا بهذا العمل مع لسانيين ليس فقط أنا فقط لأنه عندنا اللسانيين وعندهم واحد الأهمية وعندهم واحد الخبرة ومعروفين فقط في الدول العربية ولكن في الخارج خبراء لغويين تقصد خبراء في اللسانيات أي في اللسانيات وهذا آخر كتاب أنشأناه مهم بزار وأول هذا أول بعدها قموس بالدريجة يفسر بالدريجة وهذا أول كتاب لأن نحو هو العربية الدريجة إملائية ونحو الأصوات الصرف التبكيب المعجم هذا مهم للأخ المدلاوي لأخ المدلاوي وقمنا وقمنا بعمل في 2010 أستاذ نوردين هذه منجزات جديرة بالتوقف عندها لكن في النهاية حتى في هذه المعاجم هناك من يقول لم تستطع الاستغناء تماما عن اللغة العربية لكن من أنت حتى تتدخل في عملية التعليم من منحك هذا الحق لا أنت منتخب لا أنت وزير في حكومة أنت الآن بدأت تتعدى على بعض السلطات في البلد وكان يا أخي عندي تجربة تجربة كرئيس مؤسسة الزكوراق تلكم 22 سنة عندي العمل وهو في وكالة الإشهار شمس إشهار وكالة هذه أكثر أكثر من 45 سنة دي وقمنا في السنوات الأولى بهذا الإشهار باللغة العربية الفصحة ولكن زبناء قالوا الشعب المغربي لا يفهموا هذا وهذا مشكلة بدراسات مهمة واليوم في أنترنت وهي أكثر علينا قرب 17 مليون دين المغربي لا يتكلمون إلا باللغة بالدريجة لحظة هل يمكن تقول أن مصالحك التجارية أنت صاحب وكالة أو مؤسسة إشهار كما نقول في المغرب التي هي مؤسسة إعلانات هل أنت متأكد أن حرصك على مصلحة المغاربة وأدواتهم اللغية في التعليم أكبر من حرصك على مصالحك التجارية في النهاية أنت صاحب مجموعة أعمال يا أخي أنا لا أعمل هذا لمصلحتي الذين يقولون هذا لا ننسوا بأنه عندي واحد جربة في الإشهار قبل هذا العمل وكنت أول وكالة في المغرب ولكن دخلت للعمل المجتمع المدني وخسرت الكثير من مالي ومن منصب الوكالات وشيء آخر لأنه عندي واحد مسؤولية كإنسان في المجتمع المدني تق بي ولا لا تتق ولكن هذا معايا في النفس في الأخلاق في العقل في الأخلاق في المسؤولية كمغربي في الأخلاق أنت تقول أنك إنسان مسؤول سنوردين لكن هناك من سيقول لك أين المسؤولية عندما تتحدث بكلام على عواهنه تتحدث بكلام تعرف أنه سيثير حفيظة المجتمع تقول أن القرآن نزل باللغة الدارجة وتشرح عندما تقول مثل هذا الكلام هل تدرك أنك بهذا الشكل يمكن أن تثير جدلا لا يخدم السلم المدني في أي مجتمع في المجتمع المغربي على وجه التحديد عندك الحق عندك الحق يا أخي قمت بواحد الأغلاط وأنا كإنسان تعترف بهذا ومنه تنقب بشي أغلاط تنطلب الناس والمجتمع يسمح لي والناس ولكن العمل الإنسان يقوم بواحد العمل يمكن يغلط أن الإنسان يخدم ويخدم لصالح الشعب ويخدم أشياء وقال عمل الشخصي والعمل الإنساني يغلط ولكن يعترف ذلك الغلط ويزيد الأمام ولكن أي إنسان لا تنقل أنا لا أغلط ولا أقوم بأي شيء أغلط طيب استمع إلى ما تقوله المفكر المغربية ليلة أبو زيد عن موضوع الدارجة وعن الدعوة إلى اعتماد اللهجة الدارجة تقول هذه حركة هدفها فرض هيمنة فرنسا الثقافية على المغرب وإقصاء اللغة العربية من الدارس وبالتالي محاربة العربية بالعامية وليس بالفرنسية والمستهدف في المغرب الآن هو الإسلام وليس الثقافة ماذا تقول لها هذه غلطة كبيرة يا أخ يا أخ سمحني أنا لا أتفق معك أنا لا أقول بأن المستهدف هو الإسلام الإسلام ليس له أي علاقة بالمدرسة المدرسة لها أغراض ولا أهداف أريد أن تكون مدرسة جيدة وفعالية وعند قيم وأخلاق ولكن لا نقول بأن المدرسة هي الإسلام ونقول بأن اللغات هي الإسلام أنا أدافع على اللغات الأجنبية في المغرب وبعض الناس يقولوا بأن أنا أدافع على الفرنسية لا أدافع على الإنجليزية الآن لماذا لأنه تنقول بأن المغاربة الحل الوحيد لكي يخرجوا للعالم ويصدروا المنتوجات والأطفال ينجحوا والتلميذ ينجحوا في أي بلد والشركات لا بد أن يتقلون للغة الإنجليزية تريد من المغاربة أستاذ مردين ابنتي الصغيرة الآن البنتي الصغيرة في المدرسة الإنجليزية تريد أن يصبح المغاربة أمريكيين وإنجليزيين وأستراليين وينبذوا هويتهم المغربية ينبذوا اللغة العربية الفصحة وهي من اللغات الحية لا بد أن أسألك هذا السؤال لا 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 أقول هذا طيب أنا أحب اللغة العربية ولو لم أتكلمها كأي إنسان في المغرب أو في الدول العربية نكتب باللغة العربية ولكن بالأسف عندنا مشكل في اللغة الدقلوسية الدقلوسية هي إنسان يتكلم لغة ويكتب لغة نتكلم اللغات في الدول المغاربية أو اللغة العربية دولة الأم التي تداول بها ولكن نكتب بلغة العربية والمشكلة لغة العربية لا بد أن تتطور أنا أقول يوجد لا بد أن يوجد حل وهو جسر بين العربية وبين الدرجة ساعتين لغة متوسطة يفهمها الجميع من أين لك الجرأة أن تتحدث عن أقليات في المجتمع المغربي من أين لك الجرأة من تتحدث عن كل هذه الأشياء هناك من يقول أنك مدعوم من السلطة أو لأنك مقرب من القصر تقول بهذه المقولات الحداثية الجريعة لا أنا مدعوم من أي واحد يا أخي أنا مدعوم من نفسي من ضميري من أفكاري وهذا منذ كنت صغيرا لأنه تربيت في العائلة وكان هذا هو الجو العائلي وهو القيم لي أنا لا مدعوم من أي طرف وأقول هذا بكل صراحة ما كنت أقول ودفع عن الأقليات الدينية وهذا شيء عادي أنا في المنزل الأبداني كان له صديق يهودي كبير وكان صديق له مسيحي كنت أحبهم وكانت عندي وحد علاقة معهم وتربيت هكذا كل المغاربة هكذا أول زوجة كل المغاربة هكذا أنت من تأتي الجديد يا أخي إذا كان هذا إذا أدافع عن الأقليات كانت موجودة كانت مسيحية أو أصبحت كانت مسلمة وأصبحت وهذه حريات المعتقد كان مسلم وأصبح مسيحي كان مسلم وأصبح بهائي هذه حريات الشخص وهي حريات الأديان أنا أحترم الأديان ككل حتى المذهب المالكي لم يسلم من لسانك سنور الدين حتى المذهب المالكي الذي يعتبره المغاربة شعبا وساسة عنصر استقرار وتوازن في البلاد لم يسلم من لسانك لا يا أخي أنا أحترم هذا ولكن ليس عندي رأي آخر رأي آخر وأحترم ولكن ليس أمارها قوله يطابق يطابق معه يقوله الملك لقاله قدم البابا لما استقبله قاله والملك وأمير المؤمنين ليس فقط المسلمين قال أمير المؤمنين أمير المسيحيين اليهود والمسلمين وإذن التعامل بين الأديان هو تعامل إنساني وأخلاقي وتربوي وفي نفس في العمق قد المغاربة إذن أقول هذا إذن الناس اللي تقول لماذا أدافع عن أقلية الدينية هذا غلط كبير أدافع أنا وسأدافع أنا وما أعمله هو لعملي شخصي وليس إن أي إنسان ورأي أستاذ نوردين عيوش رجل الأعمال والناشط المدن المغربي أشكرك جزيلا لسعة صدرك معنا في برنامج بل قيود شكرا لك شكرا لك